موسيقى موسيقى مشاهدين الأحباء في كل مكان في العالم سلام المسيح يملأ قلوبكم نرحب بكم في الحلقة الرابعة من برنامج الدليل واثقين من صلاتكم لأجلنا ولأجل الخدمة في كل مكان مشاهدين الكرام نكمل معكم في هذه الحلقة الجزء الثاني من حساب وعقوبة آدم وحواء كنا قد تناولنا في الحلقة الماضية الجزء الأول من حساب آدم وحواء مسيحيا وإسلاميا ثم تكلمنا عن العقوبة من المنظور الإسلامي أما اليوم فسنتحدث عن عقوبة آدم وحواء من المنظور المسيحي أذكركم بأننا في انتظار مكالماتكم بعد حوالي نصف ساعة من الآن كما أننا في انتظار مراسلاتكم عن طريق الإيميل ولا تنسوا خاصية أنا أشار مشاهدين دعوني أرحب وإياكم بضيفنا العزيز الأخ وحيد أخ وحيد أهلا وسهلا بك أهلا أخذ فدوة وأهلا بكل الأحباء المشاهدين في كل مكان أن الرب يبارك حياة الجميع أخ وحيد مصر في أزمة مش معروف أمتى ممكن نطلع منها وإيه اللي يحصل فيها فأكيد محتاجين كلمة تشجيع بكل تأكيد أنا أكلم الأحباء في مصر شعب مصر مسيحيين مسلمين وغير ذلك أقول لهم نعم ربما البلاد تمر بصعوبة بعض الشيء بأزمة خلينا نسميها لكن نريد أن نشجعكم أنكم أنتم جميعا في صلواتنا مسلمين مسيحيين وغير ذلك لأننا نسق أن الحل هو في يد الرب القدير فقط هذه فرصة جيدة أن الناس تلتجئ إلى سيد الأرض كلها ونحن لا نصلي فقط لأجل الشعب ولكن نصلي أيضا من أجل المسؤولين حتى يعطيهم السيد الرب حكمة فيعالج كل الأمور لخير البلاد ونحن لا ننسى أن الكتاب المقدس ذكر مصر فقال مبارك الشعبي مصر من أجل هذه الباركة نسق أن هذه البلد الرائعة في يد سيد الأرض كلها ولذلك لا نخاف لا نخشى مهما حدث فيها من الطراب نحن نسق أن الرب ضابط الكل لا يحدث أي شيء خلف ظهره فهو يرى كل الأشياء وبالتالي نحن نشجعكم ونرسل لكم عبر قناة الحياة رسالة محبة ورسالة سلام أن السلام فقط يعطيه رب السلام شخص المسيح له كل المجد وشجعكم صلوا والرب يبارك حياتكم شكرا لك يا أخو حيد أمين المسيحي استجيب حلقتنا النهاردة العقوبة في المسيحية صحيح الحساب بتاع آدم وحواء بدأ بآدم وانتهى بحواء صحيح العقوبة بدأت بالحية وانتهت بآدم طبعا مرورا بحواء صحيح لو تحب تجرالنا الآيات بتاعة العقوبة عشان نبتدي نقاش بكل سرور إذن ننتقل مباشرة إلى سفر التكوين الأصحاح الثالث بداية من الآية 14 فيها نقرأ العقوبة كما وردت في سفر التكوين نشوف فقال الرب الإله للحية في تكوين 3.14 لأنك فعلت هذا ملعونة أنت من جميع البهائم ومن جميع وحوش البرية على بطنك تسعين وترابا تأكلين كل أيام حياتك وأضع عداوة بينك وبين المرأة وبين نسلك ونسلها هو يسحق رأسك وأنت تسحقين عاقبه هذه هي الآيات الواردة في الكتاب المقدس عن العقوبة التي أصدرها السيدة الرب على المرأة كبداية زي ما تفضلت بداية عفهم بالحية وبعدين المرأة حواء وبعدين في الآخر آدم إذن هذه الآيات خاصة فقط بعقاب الرب على الحية ومن ورائها أيضا الشيطان زي ما نشوف طيب ملعونة أنت نعم يعني قبل ما ندخل لعمق الموضوع لو تعرف لنا اللعنة أي هي اللعنة اللعنة ببساطة هي مصطلح يريد الوحي الإله أن يقول من خلاله أن السيدة الرب يرفض هذا العمل أنا أتكلم مسيحيا أو كتاب مقدس أن السيدة الرب يرفض هذا العمل ولكن رفض هذا العمل يأتي مصاحبا بعقوبة فإذا رفض العمل بعقوبة تسمى أيضا لعنة في الكتاب ملعون عفوا لا يلعن الشخص ولكن الرب يعلن رفضه للعمل للخطيئة لكن يظل الباب مفتوح لهذا الشخص في أي وقت يريد أن يعود يريد أن يتوب يقدم توبة باب التوبة مفتوح في أي وقت فقط عليه أن يرجع عن هذا الخطأ وإلا اللعنة هي أن الرب لا يستطيع أن يتعامل مع هذا الشخص لأنه مصر على خطيئة ما لا يريد أن يعود وبالتالي هناك رفض مع عقوبة طيب بالنسبة للإسلام هل هذا يحمل نفس المعنى؟ لا إسلاميا اللعنة هي الطرد خارج رحمة الله الخروج خارج رحمة الله هذا معنى اللعنة وهنا الفرق الكبير لأنه إذا كان اللعنة إسلامية هي الطرد خارج رحمة الله طيب كيف سيعود إذا كان أساسا الرحمة غير موجودة الرحمة هي التي تعيد الإنسان وهنا بنشوف أنه الإنسان في المسيحية لا يرفض هو في شخصه في ذاته لكن يرفض عمله الله لا يرفض الخاطي ولكن يرفض الخطيئة ويستقبل الخاطي في أي وقت يعود بينما اللعنة في الإسلام هي الخروج عن دائرة هذه الرحمة وكأن اللعنة هي أمر نهائي حكم بها على الإنسان أيها طيب يعني إذا رفض الإنسان نفسه طيب كيفية العودة؟ صحيح هي ذي المشكلة العودة تصبح صعبة لأن الإنسان دائما دائما عاجز أن يعود لوحده دائما يحتاج إلى معونة إلهية لكي ما يعود إذن عودة إلى سؤالك ما هي اللعنة؟ هذه هي اللعنة رفض الله للفعل في المسيحية مصاحبا بعقوبة بينما في الإسلام الخروج عن دائرة رحمة الله طيب على بطنك تسعين نعم قالها الرب الإله للحية كعقوبة سعي الحية على بطنها أهو لم يكن موجود قبل العقوبة قبل الخطيئة؟ هو طبعا الكتاب المقدس واضح في الجزئية الكتاب المقدس لم يذكر أن للحية كان للحية أقدام الكتاب المقدس أوضح على بطنك تسعين وحدد منطقة البطن يعني الكتاب دقيق في التعبير ونحن نعرف إلى اليوم هناك حيات ترفع جسدها عن الأرض لها المقدرة أن ترفع جسدها عن الأرض وخلينا أقدم بعض الصور اللي أنا حضرتها للأحباء المشاهدين يعني هنا قدامنا لو شايفين معايا كده في الشاشة شايفين هنا بعض الحيات بترفع عندها المقدرة أن ترفع جزء كبير من جسده وهي ليس لديها أقدام يعني تعتمد على الجزء الخلفي من الجسد وهنا دا أيضا يستطيع أن يرفع جسده أعلى من ذلك لا يحتاج فقط إلى هذه الجزئية أيضا ربما واحد يقول لي لا بس دا الكوبرا فقط الكوبرا هو اللي تستطيع أن ترفع جسدها لا ليس الكوبرا فقط فأنا أتيت بيرضو بأنواع أخرى يعني شوف معي هنا هذه الصورة العجيبة عزيز المشاهد شوف هنا تلاحظ أن هذه الحياة رافع كل هذا الجزء من جسدها هذا هو البطن كل هذه منطقة البطن هنا ترفعها عن الأرض معتمدة على الجزء الخلفي هذا هو الزيل معتمدة على الجزء الخلفي من جسدها إذن الحياة لاحظ هنا أيضا آخر صورة الحياة أو السعابين بصورة عامة قادرة على رفع جسدها كل هذا الجزء فوق الأرض معتمدة فقط على الجزء الخلفي إذن عودة إلى الكتاب المقدس الكتاب المقدس لم يقل أن كان لها أرجل كان لها أرجل ولا قوائم زي التفاسيل الإسلامي صحيح ولا قوائم ولا أربع قوائم حتى الذي يقول يقول ربما لكن لا يؤكد فإذن الكتاب المقدس قال على بطنك تسعين وهذا فيه نوع من الإهانة نوع من التحقير لأن كل الكائنات الأخرى إذا كان الزواحف لها أقدام ترفع بطنها عن الأرض الطيور لها أجنحة تطير طبعا الإنسان متميز تظل الحية أو السعابين هي الكائن الوحيد الذي يسعى على بطنه وبالتالي داء العقاب الذي أصدر السيد الرب على الحية بعد أن كانت ترفع أكيد الحية كانت كما نرى هذه المقدرة التي عرضتها في الصورة هذه المقدرة ليست مقدرة حديثة هي مقدرة موجودة وإذا كانت الحية إلى اليوم تستطيع أن ترفع جسدها معتمدة على الجزء الخلفي من الجسد فما المشكلة أن تكون هكذا كانت تسعى الحية وده بعد العقاب يعني هي بتقدر ترفع نفسها وتمشي على الجزء الأسفل من جسدها ده بعد العقاب تماما فكم وكم يعني قبل العقاب صحيح كلامك ملاحظة رائعة جدا فكم وكم بعد قبل العقاب إذن كانت تستطيع أكثر من ذلك نعم طيب أنا اسمح لي بس أعتذر للأحباء المشاهدين لأنه كان عندنا عطل تقني أول تقريبا داقيقتين ما كانش عندنا صوت فنعتذر لكم عن العطل عندنا الجزئية اللي بعد كده ترابا تأكلين نعم يعني أولا عايزة أعرف هل الحية قبل العقوبة كانت بتاكل إيه هل كانت بتاكل تراب وخلها تأكل تراب ولا كانت بتاكل حاجة طبعا إذا كان قبل العقاب بتاكل تراب لا قيمة للنص لأن النص يقول وكأنه شيء جديد كعقوبة لها ستأكل تراب ولكن دعيني أقول أن في الكتاب المقدس أعلن الوحي الإلهي أن كل الكائنات وعلى رأسها الإنسان الكل كان يأكل البقول والثمار والأعشاب خلينا أقود النصوص من الكتاب المقدس فآيات الكتاب المقدس واضحة في هذا الأمر في سفر التكوين واحد وتحديدا من الآيات 29 و30 وقال الله لآدم حواء إني قد أعطيتكم كل بقل يبزر بزرا على وجه كل الأرض وكل شجر فيه ثمر شجر يبزر بزرا لكم يكون طعاما ولكل حيوان الأرض وكل طير السماء وكل دبابة على الأرض فيها نفس حية أعطيت كل عشب أخضر طعاما وكان كذلك إذن عود إلى سؤالك ما الذي كانت تأكل الحية قبل العقوبة ترابا تأكلين كل الكائنات بما فيها الحية كانت تأكل الأعشاب والثمار كل الكائنات بدون استثناء طيب بعد العقوبة كيف أصبح أكل الحية تراب نحن لا نرى حتى في الواقع نحن لا نرى أن الحية تأكل تراب هل طعام الحية تراب؟ لا الكتاب المقدس لم يقول طعامها كوجبة تراب ربما قرأنا في التفاسير الإسلامية الأسبوع السابق أنه حصر بكلمة إلا لا يكون لك رزق إلا التراب التراب فإلا أدد استثناء وحصر فحصر أن أكلها لن يكون إلا التراب الكتاب المقدس لم يقول ذلك قال ترابا تأكلين كل أيام حياتك هذا الأمر ليس جديدا في معرفتنا اليوم أن الثعابين تلحص التراب وخليني أقدم في هذا الاتجاه مادة علمية حتى يشاركنا المشاهدين بداية في سفر ميخة 7.17 يقول الوحي الإلهي يلحسون التراب كالحيات يلحسون التراب كالحيات يعني إذن في ثقافة الشعوب هنا ميخة النبي لم يأتي بشيء جديد ونحن لا نتكلم عن إعجاز علمي في الكتاب المقدس فالكتاب أعظم من أن نثبت بإعجاز علمي ميخة هنا ينقل ثقافة الشعوب فهو يكلم شعوب فلا يكلمهم بأشياء غير مفهومة يكلمهم بالواقع أن الحيات تلحص التراب ويشبه هكذا الخطاب أنهم يلحسون التراب كالحيات طيب كيف يلحص الثعبان التراب هنا أنتقل إلى جزئية مهمة جدا وبالمناسبة هذا ويب سايت الذي يحب يدخلوا www.answersingenesis.org هنا بنشوف لو ملاحظين الثعبان وهو يضع لسانه في الأرض الثعبان لسانه في الأرض وهنا أكبر الصورة شوي لو ملاحظين وهو الثعبان لسانه في الأرض علشان بيأخذ زرات من التراب زرات من الرمل زرات من الغبار يأخذها إلى سقف حلقه هنا عنده عضو خاص جهاز خاص في سقف حلقه يحلل من أين عبرت الفريسة الفريسة اللي هو بيطارضة ده بيحصل فالجزء من الثانية ربما احنا ما بنشوفوش لا نلاحظه لكن هذا واقع يلحسون التراب كالحيات فالحية بسرعة تنزل لسانه في الأرض تلتقط هذه الزرات وتعرف أين الفريسة فإذن فيما هي تسعى لتأكل لا بد أن تلحس التراب لا بد أن تأكل التراب أولا فإذن الوحي الإلهي دقيق جدا في أنه على بطنك تسعين ترابا تأكلين المقصود فيما أنت تأكلين تأكلين تراب لا بد أن نحيق لكي تصل إلى الفريسة تأكلين تراب وحتى كل ما تأكله الحيات ملوث بالتراب لأنها تسعى على الأرض الفرائس نعم ملوث بالتراب ده حتى يعني هو قبل الخطيئة أو قبل العقوبة خلينا نقول يعني بتاعت الحية وهي بتأكل الأعشاب أعتقد الأعشاب غير ملوثة كانت يعني قبل الخطيئة طبعا صحيح طيب بالنسبة لعقوبة الحية خلينا أسألك سؤال مباشر يعني لماذا عقوبة الحية الحية لم تزنب لم ترتكب خطأ يعني استخدمها الشيطان فليه عقوبة الحية هذا سؤال جيد وسؤال مطروح ما أشكرك عليه هو الحقيقة أنه لو كان السؤال اعتراض أو سؤال للفهم أنا بعتبره من شقين فأنا هعتبر مرحلة الأولى أنه اعتراض لماذا يعاقب الله الحية نعترض على هذا الأمر الاعتراض يكون قائم إذا كانت الحية عاقلة ومكلفة ولها خلود يعني إيه لها خلود يعني ستقوم يوم الدينونة ولها عقاب ولها حساب فسنقول لماذا يعاقبها بعدين وأي زنبها في الأخرة تروح النار مثلا أو جهنم الأمر ليس كذلك الحية حيوان غير عاقل ليس له خلود لن يقوم بمجرد موت الكائنات هذه عقيدة الكتاب المقدس عند اليهود والمسيحيين أي كائن حي غير الإنسان على الأرض بمجرد موته ينتهي تماما ليس له قيامة سيفنى سينتهي فإذن المبدأ واضح جدا أن الكتاب المقدس يقرر أن الحيات والكائنات بصورة عامة إن كان ليس لها خلود وإن كانت موجودة لأجل الإنسان فبالتالي أسأل أنا من يعترض كام فرخة كلتها في حياتك يا عزيزي المشاهد كام خروف يعني بين قوسين كلتوا في حياتك مثلا لو جمعنا اللحمة كم كيلو أنت كلتوا وحيطلع كام خروف وكم تور طيب هل لك الحق يعني عايز تقول أن الحيوان اللي أنت بتدبحه عشان تعيش أنت ملهوش زنبي بالضبط زنبه إيه عشان تأكله أنت وتعيش ليه أنت بتموته عشان تعيش أنت فإذن إن كنت ستحاسب ستعترض على حساب الحية فهل ستعترض على قتلك أنت يوميا لملايين ملايين الكائنات عشان تعيش أنت ملايين النباتات تدمر منطق العاقل يقول أن هذه الكائنات وجدت لخدمة الإنسان فبالتالي إذا كان لها خلود كان سيكون للسؤال منطق إذن هذا بداية جزئية الاعتراض نأتي إلى الفهم واحد عاوزي فهم لماذا عقبت الحية هنا أقول أن الرب الإله لا يرفض الخطية فقط ولكن يرفض حتى الأداة التي يستخدمها الشيطان لتوصيل الخطية فهذا الجسد مثلا هذا الجسد لا يفكر هذا الجسد أنا الذي أقود عقلي إنساني الداخلي هو الذي يأمر الجسد ليتحرك ومع ذلك يعاقب هذا الجسد يعاقب في يوم القيامة إذا كان أخطأ فإذن لكي نفهم الطبيعة الكتاب المقدس أن الله لا يرفض فقط الخطية ولكن يرفض المعابر العثرات الطرق الأداة التي تستخدم حتى لارتكاب هذه الخطية فإذا كانت الحية قناة استخدمها الشيطان أداة استخدمها الشيطان يعلن الله رفضه لهذه الأداة أيضا ويعلن رفضه للشيطان ويعلن رفضه أيضا للخطية طيب المسلم يستنكر أنه حيوان نحن لسه نقول أنه لا عقل له غير مكلف يعني استخدم يعني من من الشيطان طب لا يعاقب لا تعاقب الحية نعم إذا كان السؤال لسه قائم من الأحباء المسلمين أنا لا أعتقد أن المسلم الفاهم هو اللي بيعترض الفاهم لعقيدته يعني هو اللي بيعترض على هذا الأمر لأن الإسلام بيورينا أن الحيوانات كلها بتعاقب يعني خلينا أقود نصوص قرآنية وأحاديس حتى يكون معي المشاهد في هذه الجزئية تفضل لو شفنا في سورة الأنعام 38 الأنعام يعني إيه الأنعام؟ الأنعام مقصود بها نوع من الحيوانات اللي هي الجمال والخراف عفوا الماعز والضاء بعض الحيوانات نعم والأبطار ديل بيسموه الأنعام يقول وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون هذا الكلام يعتبر بالنسبة لنا نحن كأهل كتاب هذا كلام غريب جدا القرآن يقول كل داب على الأرض كل طير دا أمم أمثالكم أمثالكم أيها البشر ما فرطنا في شيء من الكتاب كله مكتوب وإلى ربهم يحشرون يوم القيامة يعني الحيوانات في القرآن ستقوم يوم القيامة وسيكون لها حساب خليني أيضا أسوق أمثال أخرى هذا حديث صحيح لرسول الإسلام في مسند أحمد وهو حديث أبي زارو في السلسلة الصحيحة للألباني وإسناده صحيح أن رسول الله رأى شاتين تنتطحان زي ما يحصل منظر يحصل في مناطق كثيرة من العالم يعني منظر موجود معروف صحيح رأى شاتين تنتطحان فقال يا أبا زر هل تدري فيما تنتطحان قال لا قال لكن الله يدري وسيقضي بينهما الله عارف وسيقضي بينهما يعني إذن الله عارف طب ما هو الجديد ما الله فعلا عارف وسيقضي بينهما يمكن واحد يقول طب ما سيقضي بينهما هنا على الأرض يعني مثلا يعني في أي موقف لا الموضوع مشكلة الموضوع في الجلالين عشان الناس المسيحيين ممكن يكون دا مفاجأة بالنسبال ومصحيح مسلم في كتاب الصلة والبر والأداب قال رسول الله لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقادل الشات الجلحاء من الشات القرناء تنتحها وده تنطحها في مسند أحمد وفي صحيح الجامع للألباني طيب الشات الجلحاء والشات القرناء المعاني الجلحاء يعني التي ليس لها قرون والقرناء يعني التي لها قرون فلولي لها قرون على الأرض نطحة التي ليس لها قرون يوم القيامة يأتي إله القرآن بهما ويأمر الجلحاء التي ليس لها قرون أن تأخذ حقها من التي نطحتها فتنطحها وبعد ذلك يقول لهم أكونوا ترابا يعني أقاموا علشان تأخذ كل واحدة من التانية حقها طيب هنا برضو يجي نفس السؤال بتاعك اللي أنت سألته تم على الأرض يعني إيه الهدف أن هو يقومهم عشان تأخذ حقها هذه العقيدة ينفرد بها القرآن لا وجود لها في الكتاب المقدس كله أن الحيوانات لها قيامة طيب والتانية الجلحاء بس مجرد أن هي تأخذ حقها يعني هي كانت مسالمة يعني مثلا ده سؤال برضو مهم إذا كان حيوان مسالم يعني ملايين الكلاب حول العالم وصفت بالوفاء وكان لها مواقف وكتب في كتب عنها هل دي ملهاش سواب يعني ولا إيه النظام حيكون معاه بعدين فإذا عودة إلى سؤالك وبالمناسبة كله مكتوب يعني في الطبر في الطبر يقول أن كل خطايا يعني ما تفعله الحيوانات مكتوب في الكتاب يعني مش بس الإنسان لو دفاتر عند الله كمان الحيوانات عندها مليارات الحيوانات عندها كتاب إذن إحنا بنتكلم عنه عن الأسماك والطيور والحشرات وكله بعدين يقوم عشان ياخد حقه ودي يعني عشرات الألف بتموت وعشرات الألف بتتولد صحيح فإذن الذي يعترض من الأحباء المسلمين على لماذا عقبت الحية أنت عندك برضو الذي يخطئ من الحيوانات يعاقب طيب بالنسبة للشيطان يعني الشيطان استخدم الحية وعقبت الحية طيب ليه الشيطان لم يعاقب لا الشيطان عقب عقب وعقاب ليس سهل عقاب قوي جدا فيما أسقط الرب الإله العقوبة على الحية كان أيضا مقصود بهذه الشيطان الذي تكلم من خلال الحية وخليني أقود بكر النبوءات هنا في الكتاب المقدس في سفر التكوين ثلاثة خمستاشر وأضع عداوة بينك وبين المرأة وبين نسلك ونسلها هو يسحق رأسك وأنت تسحقين أعاقبه فهنا واضح نسمي بكر النبوءات في الكتاب المقدس وهنا نرى أن الحية فيما عوقبت بالعقاب الطبيعي أن بينه وبين الإنسان في عداوة طبيعية هي تلدغ في عقبه وهو يسحق رأسها إنما ما وراء ذلك المقصود به أيضا الشيطان لأن نسل المرأة هنا فقط هو شخص المسيح المولود من السيدة العزراء فقط فإذا نسل المرأة هذا سيسحق رأس الحية الذي هو الشيطان وهنا أمر هام في هذه اللحظة سرق الشيطان أو هدم خلود الإنسان خلاص ما عاد الإنسان خالد في اللحظة دي فجاء الرب ليقول للشيطان سأعيد له الخلود ولكن ليس قبل أن أسحق رأسك بالصليب وجاء المسيح وبموته على الصليب وقيامته بهذه الطبيعة البشرية هذه الطبيعة البشرية أخذت قدرة القيامة من الموت والحياء إلى الأبد بقيامة السيد المسيح من الموت فإذا هنا الشيطان أخذ عقابا وأخذ يعني خلينا نقول بين قوسين وعدا بأن ذلك سيصير حتما للإنسان خلاصا ولك سحقا وهذا حدث في صليب المسيح له كل المجد إذن الحية عقبت وأيضا عقب الشيطان من خلال عقاب الحية طيب لو حبينا ننتقل للمرأة نعم لو تسمح تقرالنا الآيات التي تتكلم عن عقوبة المرأة عشان طيب إذن الآيات في عقوبة المرأة في سفر التكوين وقال برضو في الأصحاح الثالث وقال للمرأة تكسيرا أكثر أتعاب حبلك بالوجعت لدينا أولادا وإلى رجلك يكون اشتياقك وهو يسود عليك إذن هذه الآيات التي في الكتاب المقدس التي تورينا عقوبة الصيد الرب على المرأة هذه كل عقوبة المرأة نعم كلها عقوبة نعم يعني تكسيرا أكسر أتعاب حبلك وبالأوجعت لدينا صحيح طيب يعني هنا لو سمحت لي أتكلم عن تكسيرا أكسر أتعاب حبلك تفضل يعني معروف أن المرأة الإنسان هي أكثر الكائنات إطلاقا ألما في الحبل وفي الولادة يعني بنشوف كل الحيوانات بتحبل وتلد بسلاسة ربما في ألم ولكن لا يقارن إطلاقا بألم المرأة وهي تلد أو قبل الولادة في الحبل وهنا سؤال منطقي يعني لماذا الإنسان وهو تاج الخليقة وهو الذي يهتم بنفسه بصحته ويراعي أشياء كثيرة أكثر من الحيوانات بما لا يقاس ما زال إلى اليوم يعاني تعاني المرأة بألام الحمل وأوجاع الولادة وأتعاب الولادة لماذا؟ لأن الأمر يرجع إلى جنة عدن فإذا هنا تكسيرا أكسر أتعاب حبلك بالوجعة لدين أولادا هذه العقوبة التي أخذتها حوى بعض السقوط طيب في تعبيرين أحب أنك يعني تشرح حملي إلى رجلك يكون اشتياقك معنى كلمة اشتياقك وهو يسود عليك نعم إيه السيادة هنا؟ كلمة إلى رجلك يكون اشتياقك يعني إلى رجلك سيكون احتياجك الإحتياج الدائم نسبة إلى أن المرأة جسمانيا الأضعف جسمانيا طبعا جسمانيا الأضعف وليس عقليا أو ذهنيا لا المرأة رائعة في كل شيء وهي ما الذي لم تفعل المرأة اليوم؟ ما هو العمل الذي لم تستطع المرأة أن تعمله؟ تعمل كل شيء في كل مجال وحققت الكثير لكن من ناحية الجسمانية هي الأضعف ودائما تحتاج إلى هذا المعين إلى هذا السند الذي هو الرجل فإلى رجلك يكون اشتياقك هذا المعنى المعنى الآخر وهو يسود عليك الحقيقة هذه نتيجة لمختارته حواء بنفسها الذي حدث أن خطة الله في البداية أخلق له معينا نظيره زيه مش أقل منه في نفس المستوى مساوي لي مساوي لي في الكرامة الإنسانية فخلقها معادلة لآدم في الكرامة الإنسانية لكنها حواء اختارت بنفسها أن تسقط عن هذه المرتبة فحينما سقطت النتيجة الطبيعية أن لم تعد مساوية فصار هو سيد عليها فهذه ليست خطة الله ليست إرادة الله ولكن نتيجة طبيعية لما زرعته حواء جانته حواء وهذا هو القانون في الكتاب المقدس ما يزرعه الإنسان إياه يحصد أيضا فإذا في عقوبة مباشرة التي هي تكسيرا وكسر أتعاب حبلك وألام الحبل والولادة عقاب مباشر وهناك عقوبات تابعة لما فعلته ما زرعته أنها سيكون هناك احتياج دائم لمساندة الرجل وسيكون هناك سيادة من الرجل وذا حدث بالمناسبة عبر التاريخ حصل ظلم اجتماعي للمرأة بل إننا إلى اليوم نرى في مجتمعات كثيرة سيادة للرجل على المرأة طيب هل ده طبعا ده راجع لفسادة الطبيعة صحيح الإنسانية صحيح لما فسدت الطبيعة أصبح الرجل خلص بيعمل اللي هو عاوز صحيح هل ده يعني السيادة الاشتياق المرأة للرجل أتعاب الحبل والولادة ده راجع كله للجنة زي ما أنت قلت هل ده مفهوم إسلامي موجود المفهوم ده لا يوجد إسلاميا أي ربط بين الخطية التي حدثت في جنة عدن وبين الولادة والألم والأشياء المسكورة هنا ربما القرآن ذكر شيء عن آلام الولادة أو آلام الحمل لكنه لم يربطها إطلاقا بما حدث في جنة عدن وده أمر واضح أنه في اختلاف في الكتابين علشان كده نقول دائما ونركز أن المنبع لا يمكن أن يكون واحد ولا الإله واحد فالكتاب المقدس واضح في هذه الجزئية أعاد هذا الأمر إلى الخطية الأولى بينما القرآن ليس فيه هذا الربط على الإطلاق طيب بالنسبة لي سيادة الرجل على المرأة هل ده ممكن يكون لأنه زي ما نسمع لحد النهاردة أنت السبب أنت اللي طلعتين من الجنة هل آدم كان بيشوف في زوجته أنه هي السبب هي اللي طلعته عشان كده جات السيادة دي كنوع من العقاب لها هل بتتكلم عن آدم شخصيا أم عن الرجال الآن في البداية آدم يعني هو الرجل أخذ من آدم فهل آدم كان كده يعني أنا أعتقد لو هناك حوار دار بين حواء وآدم وحواء يعني آدم قال هل أنت التي أخرجتيني من الجنة ستكون الإجابة وهل أنا أجبرتك أن تأكل يعني وهو ليس هناك إجبار الإنسان أخطأ مريدا وحينما تكلم الرب مع آدم كان المفروض أن آدم يعتزر ويتوب ويعترف إلى اليوم نحن نستخدم الآخرين عشان نلقي عليهم المسؤولية إلى اليوم لكن بالنسبة إلى الرجال ليس الأمر عشان أخرجتهم من الجنة بالنسبة إلى اليوم الرجل هو الأقوى هو الذي امتلك زمام الأمور من البداية وقهر المرأة وبالتالي هو يعني في كثير من المجتمعات لم يعطيها حقها لأنه فقط هو صاحب النفوذ مش علشان موضوع الجنة والإخراج لأنه الأقوى ويريدها هكذا فقط عشان الطبيعة فسدت طبيعة كانت نقية كانت عادلة تشوهت الأفكار تشوهت الأفكار طيب جاءت الأديان يهودية مسيحية إسلام نعم اللي قدمته للمرأة الأديان عشان تنصفها لأنه الإرادة إرادة الله أنه الاثنين مساويين لبعضهم نعم معين نظيرهم طيب هل الرب الإله من خلال الأديان أصلح من حال المرأة طبعا يعني إحنا لو هنتكلم مثلا عن الكتاب المقدس يعني الكتاب المقدس قدم يعني الكثير للمرأة يعني مثلا في العهد القديم نستطيع أن نرى مثلا في الكتاب المقدس يقول المرأة تاج لبعالها يعني المرأة الفاضلة تاج لبعالها يعني عاوز أقول يعني هذا التعبير ليس سهل أنها تكون هي التاج التاج يعني المجد تاج على رأسه نعم يتشرف بها في العهد الجديد الأمر يعني أروع من ذلك بكثير جدا فإذا كنا نتكلم الآن عن خطيئة حواء وأنها كانت البادية في إدخال الخطيئة خلينا نقول العسرة الأولى لا ننسى أن السيدة الرب إلى حينما جاء لخلاص العالم جاء عن طريق المرأة فقط فإن كنا سنظل نلقي اللوم فقط على حواء طم في حواء الثانية التي أتى منها السيدة الرب لماذا لا نلتفت إلى كرامة المرأة في الكتاب المقدس هذا أمر لكن الأمر الآخر الآيات الكتابية الواضحة جدا وخليني أسوق بعض الآيات الكتابية حتى نعرف كيف أن الخطة الإلهية لا يمكن للشيطان أن يعطلها لا يمكن للشيطان أن يعني ينتهي منها ولا تصبح عاملة فعالة مثلا على سبيل المثال في رسالة غلاطية ثلاثة ثمانية وعشرين يقول الوحي الإلهي ليس يهودي ولا يوناني ليس عبد ولا حر ليس ذكر وأنسى لأنكم جميعا واحد في المسيح يسوع يعني تعبير واضح جدا كان اليهودي بيفتخر بسلس أشياء أنه بيشكر الله أنه يهودي وليس أممي الأمم عباد الوسن يعني وأنه حر وليس عبد وأنه ذكر وليس أنسى مع أنه دمش موجود في الكتاب المقدس لكن هو دمش موجود في الكتاب المقدس لكن هو فجاء الوحي الإلهي يقول لهم ما اخترعته أنت من نفسك أنا سأمسح بآية واحدة في عهد النعمة في عهد المسيح سأعطي ما هو أكثر للمرأة ليس زكر وأنسى فيما بعد ما تتكلمش لا يوجد فرق جميعا واحد في الكرامة الإنسانية في المسيح يسوع خلينا أعطي أيضا في بطرس الأولى ثلاثة سبعة يقول الوحي الإلهي كذلكم أيها الرجال كونوا ساكنين بحسب الفطنة مع الإناء النسائي كالأضعف معطين إياهن كرامة كالوارسات أيضا معكم نعمة الحياة لكي لا تعق صلواتكم يعني الكلام هنا في كذا يعني جزئية رائعة جدا كذلكم أيها الرجال كونوا ساكنين بحسب الفطنة مع الإناء النسائي بحسب الحكمة مع هذا الإناء النسائي كالأضعف جسمانيا زي ما تكلمنا من شوية طيب بس حتة الإناء يعني في تعبير الإناء النسائي يعني ممكن اللي يقرأ الكتاب المقدس ممكن يفهم أنه دايش نوع من التحقير للمرأة يعني كلمة الإناء يعني كلمة الإناء يعني كيف توصف المرأة بأنها إناء لا يعني إحنا هنشوف أنه مثلا القديس بوليس الرسول رسول المسيحية العظيم وصف بأنه إناء وقال الرب الإله لأنه إناء مختار لي ده حتى كل المؤمنين رجالا ونساء ذكر عنهم أنهم أواني وقال في الوحي الإلهي لنا هذا الكنز في أواني خزفية ليكون فضل القوى لله لا منا فكلنا كمسيحيين رجال ونساء خلع علينا هذا اللقب أننا أواني أكثر من ذلك في العهد القديم ما السيد الرب وهو الفخاري الأعظم وصف كل الخليقة مؤمنين وغير مؤمنين أنهم أواني وأنهم في يد هذا الفخاري اللي بيعمل الزير والقلة والزهرية هو في إيده الطينة هو بيشكله فنحن أواني لأننا تشكيلة الرب الإله لأن الرب الإله قال أعمل الإنسان نعمل الإنسان عمل في تشكيل في إبداع ومن هنا أخذ أخذ هذا اللقب أننا أواني فده الآن يا شيء جميل فده تعبير رائع يعني يحسب لصالح المرأة وليس ضدها وليس ضدها صحيح نعم كالأضعف معطين إياهن كرامة بص الأيات كالوارسات أيضا معكم نعمة الحياة يعني إيه الكلام ده كالوارسات معكم أيضا أيضا معكم نعمة الحياة يعني دولوارسين معاكم في الملكوت بعدين عشان يفهمني المسلم يعني الجنة نعم نعم عندنا ملكوت يعني اوعى تفتكر عشان هي مرأة بعدين عندها مكان أقل منك أو معطيات أقل لا انت وهي واحد زي بعضيكم بالظبط تماما اللي هتأخذوا المرأة هيأخذوا الرجل ما فيش حد أحسن من حد حسب قامتك الروحية حسب تعاملك مع الله على الأرض حتأخذ مكانك في السماء الرجل أو امرأة عشان كده الكتاب واضح نعمة الحياة لكي لا تعق صلواتكم يعني 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 ممكن يكون ظلم الرجل للمرأة أو العكس ممكن يؤدي إلى إعاقة الصلاة في البيت يعني واحد يكون ممكن عنده طلبة بيطلب وبيصلي ويشوف أن الطلبة بتاعته متأخرة ليه يا ربما مش مستجيب يعني هو شايف نفسه أنه ما شف طريق كويس بس لو دور سيلاقي أنه في بعض المعطلات المعطلات الأخرى ممكن يكون أحدها التعاملات الزوجية مثلا واحد يضرب مراته أو هي مثلا يتعامل معاملة غير صحيحة غير سليمة مثلا عدم الطاع كل هذه الأشياء يمكن أن تؤدي إلى تعطيل الصلاة أو إعاقة الصلاة طيب أنا خليني أشجع الأحباء المشاهدين أنهم إحنا بعد شوية دقائق بسيطة وحنبدأ نأخذ المكالمات بتاعتكم فاتشجعوا واتصلوا بنا وحن نأخذ برضو الإيميلات طيب يعني خلصت شرح الآية دي لا لسه أنا عندي بالمواسفة في المرأة عندي آية أنا حابة أقدمها للأخوات المسيحيات لأنه الآيات اللي بتخليها ترفع رأسها يعني تكون مبسوطة يعني مش ترفع رأسها ترفع رأسها في التضاع ترفع رأسها مفتخرة بالرب وليس بنفسها يعني يعني في آفاسوس خمسة خمسة وعشرين إلى ثلاثة وثلاثين يقول الوحي الإلهي أيها الرجال أحبوا نساءكم كما أحب المسيح أيضا الكنيسة وأسلم نفسه لأجلها كذلك يجب على الرجال أن يحبوا نساءهم كأجسادهم من يحب امرأته يحب نفسه فإنه لم يبغض أحد جسده قط بل يقوته ويربيه كما الرب أيضا للكنيسة خليني يعني أعلق على الآيات دي تعليق بسيط أيها الرجال أحبوا نساءكم كما أحب المسيح أيضا الكنيسة وأسلم نفسه لأجلها حبوا نساءكم طيب إيه هو المستوى الذي أحبه بإمرأتي لأي مستوى المقياس المقياس هو كما أحب المسيح الكنيسة طيب المسيح أحب الكنيسة عمل إيه مات من أجلها على الصليب لكنيسة ليس الحيطان الكنيسة جماعة المؤمنين صحيح أسلم نفسه لأجلها مات على الصليب من أجل الكنيسة يعني هو عايز مستوى الحب طيب إذن أي قيمة يرفع الكتاب المقدس فيها المرأة إلى هذه الدرجة ويقول لزوجها إن استدعى الأمر أن تموت من أجل زوجتك إلى أي درجة أصبحت تعادل حياة الرجل حياة الرجل حياة زوجها بل أكثر هو يموت لكي تحيا هي فإذن هنا المرأة المسيحية تحس أنها فخورة بهذا الإله الذي قدرها لأن الإله يعلن عن إرادته يعلن عن رأيه وعن إرادته من خلال الوصية فبيقول في الوصية بتاعته الرجل يموت من أجل زوجته يعني عاوز تقول أي يا رب عايز أقول أن المرأة لها كرامة رائعة جدا في الحياة المسيحية إذا استدعى الأمر أن تموت من أجلها فموت لأن هذه هي وصيتي خلينا أكمل بس الآية الشيء العجيب يا أخوحيد أنه ما طلبش من المرأة أنها تموت لأجل الرجل صحيح يعني فعلا كرامة للمرأة لم يطلب من المرأة أن تموت من أجل الرجل لأنه بنرجع للحطة الأولى إلى رجلك يكون اشتياقك هو السند هو الأقوى هو لو فيه أي شيء هو الذي سيدافع هو المبادر فبالتالي إذا استدعى الأمر أن يموت فليموت من زوجته حتى ملحوظة كويسة بشكرك على أنه لم يطلب ذلك من المرأة أكمل هذه الجزئية في نفس الأصحاح لأننا أعضاء جسمه من لحمه ومن عظامه من أجل هذا يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته ويكون الاثنان جسدا واحدا هذا السر عظيم فعلا عجيب نحن نرى اثنين بس هما واحد ولكنني أنا أقول من نحو المسيح والكنيسة أيضا وأما أنتم الأفراد فليحب كل واحدا كل واحد امرأته هكذا كنفسه وأما المرأة فالتهب رجلها يعني هذا الكلام هذا الكلام الواضح الذي لا يحتاج إلى معاناة كثيرة لفهمه أو لشرحه نرى المرأة كيف لها كرامتة ليس بس من بص لحواء وانت طلعتين من الفردوس ده اللي عاوز يبص لكذا ده مش عايز يعيش الحياة المسيحية الحقيقية طيب بس الكلمة الأخيرة فالتهب المرأة فالتهب رجلها يعني تطيعه تهابه تديه مكانته كرجل في البيت في حياته يعني ما الذي تريده المرأة المرأة هلو 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 رحيل هلو طيب إحنا ما عندنا صوت للأسف ناخد مارلين من أمريكا برضو هلو الله الله يحفظكم وأني كلش فرحانة اللي دا أتكلم معاكم الله يطول عمركم أخونا وحيد تسمعوني نعم تسمعي مرحب بيكي عزيزي وحيد أنت يعني نور هذه قناة الحياة الله يباركك أنت وزوجتك أتمنى كل الزوج والزوجة يكونون مثلكم مثلكم نشكركم على هذا البرنامج الحلو يعني يعني واحد يصير مثل يختبر أشياء هواية وهذا البرنامج كل الحلو المرأة مثل الإنسان سوى الإنسان يكون الآدم وحوى الآدم وحوى لمن صارت المرأة تخطأ آدم كان يعني واقف بهايندها يعني كان واقف أنا صاري عربية من أنت مشكلة كويتة لكن كان واقف خلفها وكان يشوف للمرأة هي تخطأ ما كان يخليها يعني ما نوقفها بس كان يريد إذا هي تموت لو لا كان يريد هو يشوف هي الأول اللي تجرب هذا الشي بس هو كان موجود وراءها ما كان لمن الله لمن قال أين كنت يا آدم هو كان وراءها أكزاكي وفتش للآخر يريد أقول الله سبحانه اللي يكون راسا لمن قبل ما الله أخذ حواء من جسد الآدم آدم هو عقل الكامل اللي يسمي كل الحيوانات ويسمي كل شيء بالهذه الجنة بعدين أخذها المرأة منه لأن ليش أخذها حتى كانت كامل it was all all in one كان كل شيء واحد بعدين لمن أخذ حواء منه صار عقلين يفهمون ويدبرون أمرهم شكرا شكرا لكي شكرا لكي أخذ مارلين شكرا لكي ناخذ كرم من أمريكا شكرا كرم أهلا مرحبا أهلا تفضل رب بارككم على هذا برنامج بديع وحيد أخ وحيد البطل طبعا التهنئة جدت من أخرة بس حبيت أهنكم من بداية البرنامج بس تقريبا نعتبر تقريبا أكثر من ساحة بس ما إجار الخاط هذا أكبر بديك أنه البرنامج ناجح وفي كثير من المتابعين وأشكركم على البرنامج بديع وربي قويكم بنعمة المسيح يا أخ وحيد أنت والمارك المحترمة وربي قويكم وسلام المسيح معكم شكرا لك ناخد رحيل من أمريكا رحيل عن الحية أنها كانت أحيان حيوانات الزيادة فهل الحية كان فعلا لها وضع مبيز وصاحب حيلة وزكاء أم كانت دور للشيطان فقط السؤال الثاني أخو حيدي ودائما يتساءل في المسيح أيضا والمسلمين هل العلاقة الزوضية من أجل والمرأة كانت نتيجة من نتائج الخطية أم أما أذن وحوة خلقة أصلا وهم معدين لمثل هذه العلاقة ولست لها علاقة أبدا بالخطية التي حدثت شكرا لك يا رحيم ويسمر خدمتكم كثير وكثير آمين شكرا لك سلام ناخد سامي من أمريكا سامي ألو ألو مساء الخير مساء الخير سلامي الأستاذ وحيد وكلام الأستاذ وحيد أولا أشكره على تشجيعه بأجمل وأروع الكلام لشعب مصر رب يقف مع شعب مصر مسلمين ومسخيين آمين حتى يكون القائد التاني يكون قائد عادل ويعدل ما بين الشعوب آمين الحاجة التانية أن لفتت نظري من كلام الأستاذ وحيد أن المرأة رائعة في كل شيء وده كلام رائع وأستطيع أن أقول أن الأستاذ بقول الكلام ديك أستاذ وحيد أن الأخت فدوة رائعة كما أنت أستاذ رائع أرمي باركك أشكر بيسود الرجل المرأة في المسيحية ممكن المسلم يقول أن أنا طالما أسودك يبقى ممكن أعمل أن أنا عايز أعمله أضربك وأعمل أن أنا عايز أعمله فالفرق ما بين الزواج ده والزواج ده وشكرا أستاذ وحيد وألف ألف شكر على هذا البرنامج الرائع رب يكون معكم شكرا لدي أخسامي ممكن طيب كويس أنا بداية بشكر الأخت مارلين من أمريكا رب يبارك حياتك وبتقول النور النور هو المسيح هو النور بتاعنا كلنا هو النور اللي نحن بنستمد منه النور الحقيقي السيد المسيح له كل المجد وما نحن إلا أواني خزفية يستخدمنا الرب كما يشاء كمان أخونا كرم المبارك من أمريكا أشكرك من أجل اتصالك وتعبير البطل الكتاب المقدس بيقول البطل أنا بالرب كلنا في المسيح أبطال ولكن بدون المسيح نحن لا شيء رب يباركك وأشكر محبتك أختنا المباركة رحيل سعداء بسمع صوتك الحية أحية الحيوانات البرية عرضنا الموضوع في الحلقة الأولى ربما أن أحية كانت أحكم وقلنا ليح لتفئ أن الرأس لأنه إذا ضربت في رأسها عارفة أنها ممكن تفقد الحياة وبالتالي حينما تشعر أنه في عدو خطر بيهددها وبيضربها فبتخبئ رأسها تحت جسمها حتى يضرب الجسد واللي يضرب يفتكر أنها ماتت فيسيب ويمشي لكنها حية طالما الرأس لم يسحق فالمسيح هو الرأس رأسنا هو شخص المسيح له كل المجد وهو الإيمان نحن نخبئ يعني نحامي عن هذا الإيمان الرأس حتى إذا جاء الطهاض يقع على الجسد ولكن يظل الإيمان في الداخل راسخ وقوي ولا ننكره وربما أنا وجدت في إحدى التعليقات واحد يسألني في الويبسايد من أين لماذا كان في سؤال كذا عن التفسير من أين أتينا بهذا التفسير يعني التفسير قديم جدا التفسير من القرن الرابع والخامس الميلادي قاله القديس غسطينوس لو يحب هو يرجع ممكن يرجع له في كتاب تفسير إنجيل القديس متى للأب ملطي تدرس يعقوب ملطي وحيلاقي في الأصحاح العاشر تحديدا في حكمة الحياة وحيلاقي الكلام ده موجود للقديس أو الصينوس بس أنا مش عايز أعودكم على كده في كل مرة تطلبوا المرجع لازم تتعبوا معنا شوية وإنتوا كمان تبحث وترجعوا للمراجع هل العلاقة الزوجية ده السؤال الثاني لأخت رحيل نتيجة للخطية برضو تكلمنا عن الجزئية دلك لا طبعا العلاقة الزوجية ده شيء مقدس حينما خلق الرب الإله وجاء بها إلى آدم وآدم قال هذه الآن عظم من عظمي لحم من لحمي عظم من عظامي هذه تدعى امرأة لأنها من امرئ أخذت فالرب الإله أول من زوج اثنين هو السيد الرب الإله وفي الأصاحي الأول من سفر التكوين حينما خلقهما قال لهم أثمروا واكسروا واملأوا الأرض واخضعوها فالبركة والإسمار ده من البداية قبل الخطية وهي مشيئة إلهية كان سيكون لو لم تكن هنا خطية سيكون الإكسار والإسمار بذات الطريقة ولكن في البر وفي القداسة وبدون شهوات نجسة لكن بعد السقوط تشوهت أفكار الإنسان ونظرته تشوهت وبدأ يرى أشياء كثيرة حتى أنه اكتشف أنه عارض طمنت عارض جديد بدأ يغطي نفسه فإذا كان سيكون التكاثر بذات الطريقة ولكن في البر والقداسة ولو سألت ندفين هتلاقي برضو للقديس أغسطينوس في تفسير العهد القديم سفر التكوين لا بنا تدرس يعقوب برضو أخيرا أخونا سامي شكرا لك أخو تراحيل أخونا سامي من أمريكا الفرق بين الزواج في المسيحية الرجل يسود عليك لا يوجد في المسيحية الرجل يسود عليك أنا قرأت منذ قليل أن الرجل يموت من أجل زوجته هذا الأمر اختارته حواء بالسقوط وكأنه يقول لها نبوءة بما سيحدث في مستقبل الأيام أن نتيجة لخطيتك للزرعة التي زرعتها سيكون الإسمار أن أنت سقطت عن المستوى فحيكون هو عالي عليك يسود عليك لكن هذه ليست مشيئتي والدليل أنه أعاد للمرأة ليس فقط ما كانت فيه لأن آدم لم يقول الرب الإله لآدم موت من أجل حواء ولكنه في المسيحية جاء ليقول للرجل موت من أجل زوجتك فأعطاها ما هو لم يكن موجودا حتى في حياة آدم فأشكر إلى حباء وتفاعلاتهم معنا ربي بارك حياتكم طيب عودة للموضوع بتاعنا أنا يعني حابة أدخل في حتة إسلامية بخصوص المرأة أنا عندي حديث بيقول وحديث في الألباني طبعا من صحح الألباني أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راضي دخلت الجنة يعني في الوقت اللي أنا بشوف فيه الرجل بيموت لأجل زوجته مفروض عليه يموت لأجل زوجته بشوف في الناحية الإسلامية أنه المرأة شرط أنها تدخل الجنة يكون زوجها راضي عنها إيه المفارقات في الأديان هل ده ممكن يكون تعليم إلهي يعني لا يمكن حسب وجهة نظرنا طبعا ما احترامنا الأحباء المسلمين لأنه أنا عندي كتاب بشوف فيه الإله بدي وصايا مختلفة فإذا كان يعني أنا المقياس عندي هو رضى الرب مش رضى الزوج هو الزوج ممكن يدي يدي مشورة خاطئة الزوج ممكن يدي أوامر خاطئة مثلا أكيد ممكن يدي أوامر ضد وصية الله طبعا ما هو الكتاب المقدس مثلا لدقته يقول أطيع والديكم في الرب يعني ضمن وصايا الرب مش يجي والد واحد يقول له روح يسرق يقول له حاضر عشانت أبويا حاطيعك لا طالما هو ضد الوصية لا ما ينفعش فهنا المقياس يجب أن يكون الله وليس الزوج من تطيع الله تدخل الجنة وليس زوجها هذا نوع من السيادة هو ده السيادة بقى طيب عندي حتة تانية يعني كلنا بنعرف ناقصات عقل ودين وكيف الشيوخ بيحاولوا يعني ناقصات ده ده متح يعني أنا سمعت الشيخ بيقول أنه ده متح للمرأة بالنسبة لي مثلا أغلب أهل النار من النساء بيقولوا ده هزار يعني الرسول طالع يوم عيد من الجامع وبيحاول يعني يمزح مع السيدات فبيقول لهم أنتو أغلب أهل النار فأنا بيشوف أنه ده لعبة بالألفاظ يعني يعني نبي ويوم عيد وطالع يمزح مع السيدات ويقول لهم أنتو أغلب أهل النار ما فيش كلمة حلوة من النبي أنا بيشوف أنه ده لعبة بالألفاظ أنت وانت بتقرأ الآيات أنا ما شفتش أنه في آية محتاجة أنك تزوج أو تجمل الكلام بتاعها عشان تقول المرأة لها كرامة في المسيحية الآيات ناطقة يعني عندي آية اللي هي في الصورة باسم النساء صورة صورة النساء يعني عندنا الشيخ محمد حسان مثلا بيقول لك هتولي صورة الرجال فين صورة الرجال لعبة بالألفاظ صورة النساء دي خلاصة هي الكرامة يعني عالية للمرأة أنه تعطي صورة باسمها يعني ف يعني إذا كان الصورة اسمها يشير إلى كرامة الاسم يعني بيكرم الكافرين كده لأنه في صورة الكافرون صحيح وتكريم البقر وتكريم الأغناء العنكبوت والنملة لا وبعدين هو حيعمل صورة للرجال هو عامل صورة للنساء عشان ياخذ من النساء عشان يقهر النساء عشان يسود على النساء يعني إذا كان حيفتخر بصورة النساء طب ما هو في صورة النساء فيه أضربهن وأهجرهن في المضاج عربطهم طب هذه كرامة المرأة يعني إذا كان يفتخر بصورة النساء ما هو أنت عملت صورة للنساء عشان تقول أنت عاوز أي من النساء وكيف تسود على النساء فوجود صورة باسم النساء ليس هو إكراما للنساء وإلا سنكرم كل باقي أسماء الصور الأخرى احتياجهم أنهم يسلكوا السلوك دليل كافي أنا بالنسبة لك أمرأة دليل كافي أن المرأة لا لديك كرامة في الإسلام عندي مثلا المرأة أسفها الصفهاء أو لا تؤتوا النساء لا تؤتوا الصفهاء أموالكم طيب الصفهاء بيقولوا المفسرين أنها الصبيان والنساء فالمرأة سفيها في الإسلام يعني بينحرفوا خلينا أقول في التفسير أنهم بيعتبروا أن نساء أسفها الصفهاء فإن كرامة المرأة أعتقد كمان اللي بيقول الكلام ده ناس مش سهلة يعني واحد زي ابن عباس الصحيح اللي بيقال عنه حبر الأمة حبر الأمة فهو كان معاصر للرسول صحيح معاصر للرسول طيب اللي هو ابن عباس يعني إن كان الكلام ده قاله في حضرة الرسول يعني إذن الرسول موافق على أن المرأة ربما ليس في حضرة الرسول ولكن هو كان معاصرا للرسول لكن دعيني أقول من أين نستقي دائما المعلومات أنا أنا وأنا أتكلم أنا أنضح بما تعلمت أنا أنضح بثقافتي ثقافتي إن كانت مسيحية أو ثقافتي إن كانت يعني من الكتب التي قرأتها فكل إناء بما فيه ينضح فإذا كان ما سمعناه التي يعيش فيها البيئة التي يعيش فيها وهي البيئة شبه جزيرة العرب والعقيدة أيضا التي جاءت ووضعت المرأة في مكان معين معروف حتى لدى الأحباء المسلمين نحن لا نتجنع للمرأة في الإسلام ولكن هناك محاولات زي ما حضرتك ذكرت من شوية لتلميع النصوص ولكن النصوص وابحة طيب سؤال أخير قبل الفاصل عندي فاصل بعد شوية سؤال أخير نحن نقول أن المسيحية أعادت للمرأة كرامتها طيب الواقع المعاش ليس يقول كذا تفسر به الكلام جميل أي عقيدة لا تقاس بالناس يعني أنا لا أرى واحد مسيحي سأقول هذه هي المسيحية ولا مسلم وأقول هذا هو الإسلام ولا يهود وأقول هذه هي اليهودية العقيدة تقاس بأمرين ربما لا سالس لهما الكتاب والرسول المؤسس يعني لو أنا حبيت أفهم الإسلام أرجع إلى القرآن وحياة رسول الإسلام المسيحية الإنجيل وشخص المسيح له كل المجد وهكذا هنا أبدأ أفهم العقيدة وهنا المقياس إذن عودة إلى سؤالك في قوانين موجودة في الدول القتل خطأ لكن في ناس بتقتل نعم الله يعطي الوصية ومن خلال الوصية يعلن عن رأيه يعلن عن إرادته يعلن عن مبدأ الإلهي ولكنه لا يجبر الناس على تنفيذ هذه الوصية فالشيء الجميل في الكتاب المقدس أنه لو أراد إنسان أن يحتكم له سيجد فيه العدل والمحبة والمساواة بين الرجل والمرأة وهكذا لكن إذا هو لا يلوم الكتاب يلوم نفسه فإذا كان موجود دول أنه متعد عن الإنجيل لكن لو رجعوا للإنجيل الموضوع سيكون مختلف سيصلكوا وفق العناية الإلهية أن الرجل يموت من أجل زوجته طيب عندنا فاصل نروح أحبائنا المشاهدين الفاصل ونرجع مع مكالماتكم مع إيميلاتكم ومع بقية الموضوع خليكم معنا في الحلقات القادمة من برنامج الدليل تناقضات القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا هكذا حكم القرآن فهل سيصمد الخطية الجدية بين الإسلام والمسيحية هل هناك شيء اسمه توريس الخطية توريس الخطية تحريف مسيحي أم عقيدة إسلامية الشرك هل الله يغفر الشرك إن الله لا يغفر أن يشرك به وماذا عن آدم وحوى؟ هل أشركا بالله؟ أم أن الأنبياء لهم عصمة وهم أبعد ما يكون عن الخطايا وخصوصا الشهر؟ هذه المواضيع الهامة والحيوية تشاهدونها على قناة الحياة من خلال برنامجكم الجديد الدليل فترقبونه لا تنسوا الصوم والصلاة كل يوم أربعة إن أحببتم أن تشاركونا لم يعمر بقتلي أحد انتشرت في شمج العربية زمن محمد كما قلت لا يمكن أنك طلقت وسيترق استحالك لو كنت إله المسلمين يا رب تشير كل حاجة من دماغ غير الإسلام سق أن هناك استجابة إلهية أنا عندك دليل واضح يقول بأن الله لا يمكن أن يتجسل أهلا بكم مشاهدين الكرام مرة ثانية عاوزة بس أنوه على أن الحلقة الجاية بنعمة المسيح ستكون عن شرك آدم كيف آدم أشرك هل تاب عن شركه هل الله غفر له ولا هو مات بشركه كل الأسئلة دي والمعلومات هنشوفها بنعمة المسيح الحلقة الجاية أخ واحد خلينا ناخد بعض المكالمات التانية لأنه لحبا طورنا عليهم أماني من مصر تفضلي أماني ألو أهلا بيكم أنا بصراحة بحب أحييكم على البدامك بتاعكم ومسي جدا أخ واحد أنت حقيبة بتساعدنا احنا كمسيحين برضو نسهل الإنجيل كويس قوي في نقاط كثيرة كابتبقى غايدة عننا فبما أن حتك النهاردة اتكلمت عن حدة العلاقة بين الزوجة والزوج في الناحية المسيحية فياريت تعمل لنا حلقة يعني تشرح لنا فيها العلاقة دي حسب الإنجيل عايزها تبقى ازاي عشان طبعا حتك عارف أن في مشاكل كتير ونقع في حاجات من جند كتير وممكن برضو نربطها بالعلاقة برضو الزوجية في الإسلام برضو ومرسي جدا على البدامك ده وأرجوكو أعزينكو تصلوا لمصر نحن جمد جدا وعايزينكو يعني صلوات حرة لمصر شكرا لك يا أختي أماني شكرا لك بشار من الدنمارك ألو أهلا تفضل سلام الرب معاتي ومع الأخر رائع وحيط على هذا البرنامج رائع أعلان أخي بشار شكرا الحيط عندي مداخلة لو تسمحوا لي فضل يعني لو تسمحوا لي مرة ثانية في موضوع هو شوية شوية بعيد عن موضوع الحلقة هو موضوع الخليقة موضوع قصد آدم وحواء لو تسمحوا لي شكرا في الحقيقة السؤال يزول في خاطري منذ فترة طويلة ولا أستطيع أن أقتنع بالإجابة التي تقول أن الله الكليه القبرى والكليه العدالة بسبب أن حواء أكلت من تفاحة من شجرة معينة أرادها الله أن تكون شجرة معرفة الخير والشر هذا الرب هذا الإله الكليه القدرة والعدالة والمحبة بسبب هكذا فعل يقرد الإنسان من الجنة أنا بتصوري وبرأيي المتواضع جدا أن آدم وحواء هي رؤية كاتب بوحي من الله يريد أن يوصل في خطرة خلق الله للإنسان والجنة هي حياة النعمة التي يعيش الإنسان في حضور الله دون خطيئة وهذا كان هدف الله من الخليقة أن يعيش الإنسان في حالة نعمة دائمة أو في حالة القداسة ولكن الإنسان بمشيئته عاص الله واتكب الخطيئة التي أبعدته عن الله وبذلك خرج من ملكة الله والخطيئة هي أن الإنسان يريد أن يصبح سيد حياته وبذلك يصفها الكاتب أن يصبح الإنسان مثل الله دون حاجة إلى إله يعني بس سؤال لك يا أخ بشار عندي سؤال لك يا أستاذ بشار هل كان في آدم وحواء ولا لا يعني هذا السؤال الذي في الحقيقة يحيروني دائما يعني هذا السؤال لا أستطيع أن أرى لا أستطيع أن أجيب عليه طيب تحيب أساعدك بتأكيد طيب هل تؤمن بالإنجيل هل أنت مسيحي طبعا أكيد طيب ألم يقل الرب يسوع الرجل المرأة مثل حواء وآدم وأن كما كان منذ البدء إسنان هكذا الرجل ومرأته إسنان ليس بعد إسنان بل جسد واحد تتكلم المسيح وذكر اسم آدم وذكر اسم حواء كبشر حقيقيين ألم أقرأ أنا الآن النصوص التي في أفسوس والتي تقول أول كلمات موجودة في سفر التكوين الأصحاح التاني من أجل ذلك يترك الرجل أبا وأمه ويلتصق بإمرأته ويكون الإسنان جسدا واحدا وهي موجودة في سفر التكوين الأصحاح التاني إذن إذا كان رب المجد يسوع يستشهد بالأسماء آدم وحواء فكيف بعد ذلك نتكلم عن مجرد رموز طيب يا سيد الكريم أنا موضوع الأسماء لا أستطيع لا أستطيع أن أجل لك فيه في الحقيقة هو موضوع محير جدا لكن الذي يحيرني في الحقيقة لا أستطيع أن أتقبل شكرة أن هذا الله نحن نؤمن أن الله محبب طيب بص يا أستاذ بشار أنا برضو حريحك هتعمل حاجتين حضرتك الحلقة القادمة الشرك لو تحبت تابعنا لكن اللي بعدها هيكون الإجابة على السؤال خاصة لأننا لسا لم نصل إلى موضوع الطرد من الجنة أنت فاكر أنه في طرد من الجنة لا يوجد عندنا مفهوم الطرد هو عقوبة الطرد هو المحبة الإلهية الكاملة والحفاظ للإنسان وده عرضه في الحلقة إذا شاء الرب وعشنا مش الجاية اللي بعدها عليك أن ترجع لو لم تحضر الحلقات الأولى أعتقد الحلقة الأولى أو الثاني احنا تكلمنا برضو ونوهنا عن هذه الجزئية شجرة معرفة الخير والشر هي الشرك للشيطان وليس فخا للإنسان ارجع وافهم وادرس هذا الأمر جيدا وأنا أسق أنه هيساعدك كتير جدا وهسمع صوتك يا أستاذ بشار مجددا إن شاء الله عزيزي شكراً على المداخر شكراً على الوقت شكراً لك يا أخي بشار نأخذ أسامة من العراق ألو أسامة نعم مساء الله خير مساء النور تفضل سلام النسيح معاك سلام ونعم نكلم أخو حيد تفضل أخو حيد سلام النسيح معاك ومعك يا حبيبي معك يا أخي المبارك أخو حيد أنا أحب أحضر لك عن احترامي واحتضر لك مرآة سع كسنور المسيح وأحضر موز الأصلاح بالعهد الجديد أخو حيد أترجعك تجاوبني على هذا السؤال هذا السؤال مهم وحساس إلى مركزية أنت راح تفهم كنا السؤال نجيل لوقة بالإصحاح أصمعه والآية 58 و59 أنا أعتبرها نقطة محورية يعني أكو عدة كناعة أنت تعرف قصبي تعتبر هاي الآية إشارة إلى وجود مظهر الآن وأنت نعرف هذا الأمر مستحيل ويعارض نشيئة الله وعندي أجل مقاطعة تثبت عكس هذا الكلام ولكن من منظرك لأنه سنحوك الكثيرين أنا ببيتي ميسي معوني الكثيرين فأحب منك توضح هاي الآيتين بشكل تفصيلي وواضح رجاء لأجل المسيح شكرا شكرا لك يا أخو سامة تحب تجاوب على الأسئلة وفي الأخوة أماني من مصر الرب يبارك حياتك أخوة أماني شكرا لك وإتصالك واهتمامك والرب يدبر والأخوة تفذو هي اللي بتعد الحلقات يعني بتجهز الموضوعات الأساسية وأنا علي أن أحضر المادة فهي سمعة اقتراحك واقتراح رائع جدا عن المرأة والرجل بالنسبة إلى الصلاة من أجل مصر سقي تماما زي ما أنا ذكرت في المقدمة مصر هي موضوع صلاة الآن من خدام كثيرين جدا حول العالم بيصلوا من أجل مصر من أجل شعب مصر مسلميها ومسيحيها لأننا لا نريد أن تتحول مصر الرب لا يسمح إلى منطقة أخرى فيها صراعات وفيها دماء تراق يعني ونحن نصلي من أجل المسؤولين أيضا في مصر وهذا ما علمنا له الكتاب المقدس حتى يكون لهم الحكمة ويقود الشعب إلى الطريق السليم فهناك فريق كبير يصلي من أجلكم نحن وصلتنا إيميلات كثيرة جدا بخصوص مصر بتطلب صلاة الناس محتاجة تشجيع أمين إيميلات كثيرة وصلت تحتاج إلى صلاة وفي قناة الحياة في فريق كبير جدا يصلي دائما من أجل مثل هكذا أزمات خلينا نعمل حاجة يا أخوة النهاردة بنعمة المسيح الاثنين الأربع بعد بكرة سيكرس من أجل مصر الناس اللي بتصوم معنا الناس اللي بتصلي معنا يوم الأربع بعد بكرة سيكون صوم خاص من أجل المشكلة أو الأوضاع اللي حصلة في مصر إذن اللي يحب شاركنا شاركونا نصلي ونصوم مع بعض وأي أزمة ربنا ما يسمح بأزمات أخرى في أي مكان سنضع البلد أو الشخص أو في الصلاة والصوم من أجله فبنعمة الربع سيكون إذن يوم الأربع من أجل مصر ياريد كل الناس اللي بعتت إيميلات بخصوص الصلاة ياريد تشاركنا في اليوم ده صوم وصلاة الأجل لمصر نتمنى أنكم تشاركونا أمين بالنسبة إلى أخ أسامة من العراق الرب يبارك حياتك وذي آخر مداخلة الرب يديني نعمة يا أخ أسامة وأيضا نضع هذا الموضوع لأنه موضوع أيضا يحتاج إلى دراسة وإلى بحث إذا كنت أنت شايف الآيات الكتابية واضحة قدامك فأعتقد يكفيك هذا ولكن أعتقد هو خارج إطار البرنامج إطار البرنامج يعني مجدة العناوين بتاعته أنا أفهمك جيدا وأعرف ما تقصده جيدا يا أستاذ أسامة صلي والرب سيفتح لك أنت شخصيا المجال لتخدم الآخرين صلي لو سمحت وسق تماما الباب سيتفتح قدامك شكرا لك أخ وحيد بعض الإيميلات بسرعة جدا حقراها لأن عندنا لسه جزئية ما تعرضنا لها وهي عقوبة آدم تزعمون أن آدم مخلوقا ليعيش هو وزرية في الجنة وأنه طرد منها بسبب أكله من شجرة معرفة الخير والشر ولولا خطيته لمعاناة البشرية إذا كان كذلك فلماذا الله خلق الأرض قبل آدم أنا مش فهم يعني أي العلاقة هل كانت ستبقى خاربة لو لم يأكل آدم من الشجرة أم أن الحقيقة هي أنه مخلوقا للأرض منذ اللحظة الأولى نحن نعلم أن النار الأبدية معدل الشيطان في الدينون الأخيرة ولكن هل يوجد معنى كتابي لوجود شياطين مكبلة ومقيدة الآن في الجحيم تنتظر الدينونة يعني يريد نأخذ الإيميلات في الموضوع بتاعنا أي إيميلات خارج عن الموضوع خليه المشكلة أنه الإيميلات يعني تحتاج كل واحد لحلقة يعني كيف يحب الإنسان زوجته كما أحب المسيح الكنيسة وأسلم نفسه لأجلها محمود من الأردن شكرا أخ وحيد لأنك أتحت لنا فرصة للمشاركة معك ولو بشكل بسيط أنا متنصرة سعودية بصوم وبصلي من أجل الخدمة لكي تأتي بسمر كثير أنا صمت مثل صيام المسلمين أقصد الوقت هل هذا صحيح أم خطأ أعذروني على جهلي في هذه الأمور يقول الرب يسوع لمريض بركة بيت حزدة بعد ما شفاه وتقابل معه في الهيكل ها أنت قد برئت فلا تخطئ أيضا لألا يكون لك أشر هل معنى هذا أنه لو أخطأ ثانية لما حصل على الخلاص حتى لو تاب وندم على خطياء قصة آدم وحواء قصة خيالية فكيف يتم تفسيرها بالدلائل والورهين أكتفي بالإيميلات لكي نرجع له الحلقة بتاعت طيب أبدأ من الآخر حواء آدم وحواء خيالية فكيف تثبت بالدلائل الكتابية طبعا أنت تنقض نفسك لأن إذا كانت خيالية لن يكون لها دلائل في الكتاب المقدس فإذا إذا سمعت الدلائل الكتابية أنا لم أقول كل الدلائل بالمناسبة أنا تناولت ما يخدم فقط هذه الجزئية لكن آدم وحواء ده مشروع الكتاب المقدس كله ده مشروع البشرية ربي باركك لألا يكون لك أشر برضو لألا يكون لك أشرك عقوبة لكن لو تاب ورجع الرب أحضانه مفتوحة الأخت المباركة المتنصرة من السعودية بتصوم مثل الوقت بتاع الأحباء المسلمين لا الصوم يبدأ من الساعة 12 بالليل خلاص اليوم في يعني حياتنا الجديدة خلاص الساعة 12 بالليل بينتهي اليوم الأول اللي يبدأ اليوم الثاني من الساعة 12 بالليل بتبدأ الصوم بتاعك وانت مواصلة كده لحد ما انت بقى تحبي لأنه ده زي ما بنسميه نافلة انت اللي بتحددي يعني حتصوم لحد امتى المهم انك تشترك معنا عايزة تصوم لحد 12 بتكون هو صومة 12 ساعة لحد 3 لحد 5 زي ما انت تحددي المهم الصوم لو لم يكنوا الكلام مش ليكي الكلام ليه أنا والكل الناس اللي هيشاركون الصوم لو ما فيهوش توبة وتقرب ونمو يبقى الصوم هنعمل بي ايه الله مش عايز ناس جعانة يعني هالجوع الرب بيطلب التوبة والرجوع فالصوم من أجل ان نتوب ونرجع عن خطيانا ومصاحب بالصلاة وقراءة كتاب مقدس ربي باركك وانا بشكرك من قليل تشجيعك لنا انك بتشاركينا رغم ربما ظروف كثيرة احنا فيها احسن ومش عارفين نعمل زيك الرب يبارك حياتك الاخ محمود كيف يحب المسيحي المسيحي زوجته كما احب المسيحي الكنيسة اعتقد بيحب زوجته قبل ان يتزوجها يعني هو ما بيجيبها له وبعدين يقولوله حبها ففي البداية بيتعرف عليه وبيحبها لكن مطالب انه يفهم طبيعة الحياة الجديدة وطبيعة العلاقة الزوجية وطبيعة انه هذه الانسانة جاءت تارك بيت ابيها وامها تركت كل شيء لكي تكون انت الاب والاخ والزوج الى اخره فهذا الامر لفهمي ولفهمك ولكن تأتي نعمة الله ايضا تسكب علينا لكي ما تساعدنا ان نحب بعضنا البعض وان يكون هناك حوار في البيت ده اهم شيء الحوار لا بد ان يكون اخر سؤال الارض الخربة وانه مخلوق قبل ادم ما هو هذا الدليل لما خلوق قبل ادم هويئت تم تهيئة الارض تماما لأهل استقبال هذا الملك مش هيجي الملك والارض خربة ده انت لما تقرأ الاصحاح الاول من سفر التكوين فرأى الله ان كل ما عمله فاذ هو حسن جدا وكان كل يوم بيقول فرأى الله ان ما عمله حسن الى ان جاء ادم في الحقبة السادسة وكان كل شيء مخلوق وجيد وحلو انا مش عارف جبت خاربة من فين يمكن من الاية الاولى خاربة وخالية ده لسه قبل ان يخلق الله بحارها واشجارها وعصافيرها وسمائها وكل شيء ربي بارك حياتك كانت دي مجموعة الاسئلة ننتقل لآدم يعني يريت لو نقرأ برضو الآيات عشان المشاهدين امتاز نقرأ النصوص ويتابعنا الأحباء المشاهدين في سفر التكوين 3.17-19 وقال لآدم أي الصيد الرب لأنك سمعت لقول امرأتك وأكلت من الشجرة التي أوصيتك قائلا لا تأكل منها ملعونة الأرض بسببك بالتعب تأكل منها كل أيام حياتك وشوكا وحسكا تنبت لك وتأكل عشب الحقل بعرقي وجهك تأكل خبزا حتى تعود إلى الأرض التي أخست منها لأنك تراب وإلى تراب تعود وبعد كده بنشوف على أنه السيد الرب أخرج آدم من الفردوس وده هنتكلم من الجنة وده هنتكلم فيه بنعمة الرب في المرة القادمة إذن ده النص الموجود أمامنا الآيات عن عقوبة الرب لآدم طيب هو الرب الإله بيقول لآدم لأنك سمعت لقول امرأتك ونحن لسه بنتكلم عن مكانة المرأة يعني ليه يعني لأنك سمعت لقول امرأتك هنا بس السياق لا يفيد هذا المفهوم لأنك سمعت لقول امرأتك ضد وصيتي ليس أنك سمعت في المطلق لا ما ممكن تكون المرأة على صواب مثلا في أي أمور بتناقش فيها لكن هنا بيتكلم السياق لأنك سمعت لقول امرأتك وأكلت من الشجرة التي أوصيتك قائلا أن لا تأكل منها فأنت سمعت ليها وما سمعتش ليها فمش الكلام في المطلق طيب يعني آدم أخطأ نعم والنتيجة ملعون الأرض بسببك طيب هو آدم الأخطأ صحيح تلعن لي الأرض يمكن ده برجعنا لسؤال الأخ من شوي لأن الأرض مخلوقة من أجل الإنسان وكانت الأرض بكل كائناتها مهيئة لاستقبال هذا الملك وكما تمرد آدم على خالقه تمردت الخليقة على آدم المعنى أنه بعد أن كانت الأرض الأرض ده بيت آدم الأرض ده بيته نعم كل إنسان ممكن يبارك بيته أو ينجس بيته بالخطيئة وأنا لا أتكلم عن نجاسة مادية هذا حتى في العهد القديم لما نقرأ إزاي كانوا بيطهروا المسكن يعني خيمة الاجتماع من خطايا الشعب وكأن خطايا الشعب تنجس المكان فالأرض ملعونة بسببك لأنك أخطأت في هذه الأرض بدلا من أن كان تنبت لك كل شيء جميل وشهي أصبحت الآن يشارك هذا الأمر شوكا وحسكا فده مفهوم اللعنة أن الأرض ستنبت لك ما هو ليس صالح لك ده مفهوم اللعنة في الحتة دي طيب عقوبة آدم زي ما إحنا شفناها طرد آدم من الجنة إسلاميا إسلاميا ومسيحيا ما هو مسيحيا طرد آدم من الجنة صحيح هناك أهبط وهنا طرد المهم أنه خرج من الجنة مع الأخذ في الاعتبار يعني بس عشان لا يفهمون خطأ الطرد في المسيحية ما هواش عقاب زي ما هنشرح الحلقة إذا شار رب وعيشنا بعد القادمة لكن ربما تظهر للقارئ العادي نعم فالمهم أنه طرد من الجنة أنا الوصية عندي يوم تأكل منها موتا تموت صحيح طيب النتيجة طرد من الجنة ما فيش موت آدم لم يموت نعم كيف؟ المفروض أنه كان يموت يعني ده الوصية ده عقاب الوصية موتا تموت فين الموت؟ لا هو آدم مات ومات موت سلاسي كمان في التو وفي اللحظة التي أكل منها كيف؟ أشرح لك مات آدم موت سلاسي موت جسدي ومات موت أدبي ومات موت روحي وأنا همسك كل واحد من دول أفصصه مات موتا جسديا وخلينا أقدم الآية في الكتاب المقدس هنا في سفر التكوين الثاني ستاشر لسبعتاشر وأوصل ربا إلى آدم قائلا من جميع شجر الجنة تأكل أكلا وأما شجرة معرفة الخير والشر فلا تأكل منها لأنك يوم تأكل منها موتا تموت اليوم اللي هتأكل منها ستموت طيب لو مكلش لو مكلش آدم مش حيموت يبقى هنا آدم كان خالد يبقى آدم هو الشخص الوحيد هو وحواء الإنسان الأول هو الكائن الوحيد الذي لم تكن فيه بزرة الموت ما فيش في طبيعته إحنا في طبيعتنا الموت لأنه كده خدنا من آدم خلاص آدم لم يكن فيه طبيعة الموت لم تكن موجودة في آدم فموت آدم مات آدم على مرحلتين أو زاق نوعين من الموت الموت الأول أول ما أكل من الشجرة يوم تأكل منها موتا تموت في اللحظة في التو الذي أكل آدم أمات خلوده أوقف خلوده انتهى الخلود لم يكن هناك موت في آدم إذن يوم تأكل منها ينتهي هذا الخلود الذي أنت عايشه ستموت فدخل الموت إلى طبيعة آدم ثم اختبر آدم الموت النوع الآخر من الموت وهو خروج الروح من الجسد ليموت الجسد بعد ذلك إحنا بنختبر النوع الثاني بس ليه؟ لأنه إحنا مولودين وفينا بزرة الموت آدم ليس كذلك آدم عد بالمرحلة الأولى يوم تأكل منها موتا تموت مات خلوده انتهى توقف لم يعد آدم خالدا بعد أن كان خالدا وبعد ذلك يأتي الموت المعروف لكل الناس خروج الروح من الجسد وعودتها إلى خالقها ليقرر مكانها ويموت الجسد ويدفن في الأرض إذن من الناحية الجسدية نعم دخل الموت في اللحظة والتو إلى طبيعة آدم فمات خلود آدم هذا هو الموت الجسدي نعم أنتقل إلى الموت الأدبي وده الموت الأدبي هو إيه؟ في المسيحية أو في الكتاب المقدس أن آدم هو السلطان على الخليقة آدم هو السلطان على الخليقة فكل هذه الخليقة الموجودة آدم هو الملك لكن على آدم هناك ملك آخر فالله الملك على آدم وخلق آدم ملكا على الخليقة وعوقب آدم بأنه كما تمردت على ملكك ستتمرد الخليقة عليك أنت ملكها وخلينا أدي الآيات في هذا الأمر بنشوف في سفر التكوين و الأصحاح 1-28 وَبَرَكُهُمُ اللَّهُ وَقَالَ لَهُمْ أَسْمِرُوا وَكْسِرُوا وَمْلَوْوا الْأَرْضِ وَاخْضِعُوهَا وَتَصَلَّتُوا عَلَى سَمَكِ الْبَحْرُ وَعَلَى طَيْرِ السَّمَاءُ وَعَلَى كُلْ حَيْوَانِ يَدِبُّوا عَلَى الْأَرْضِ وَتَصَلَّتُوا سُلْطَان آدم خلق ملك سلطان لكن بعد الخطية الأرض حصلها في تكوين 3-17-18 ملعون الأرض بسببك بالتعب تأكل منها كل أيام حياتك شوكا حسكا تنبت لك وتأكل عشب الحق بعرقي وجهك تأكل خبزا يبقى إذن نحن هنا قدام تحول للخلقة آدم اللي كان هيبته وسلطانه على كل الكائنات وعلى الأرض فقد هذه الصورة الأدبية في الكتاب المقدس هو صورة الله وعند الأحباء المسلمين هو خليفة الله جعل في الأرض خليفة فهذا الخليفة أو هذا الملك الأرضي فقد ملكه لأنه تمرد على خالقه وبالتالي فقد إذن مات موتا أدبيا لم يعد آدم بعد اليوم له الهيبة على الخليقة وعلى الطبيعة فمات موتا أدبيا هذا الموت الأدبي فقد الصورة التي كان عليها وفقد سلطانه هيبته على الحيوانات كل شيء ربما هذه الهيبة وهذا السلطان نراه في بعض رجالات الله زي نوح كيف قاد كل الكائنات إلى الخليقة خلع عليه الله هيبة نوح هيبة آدم إلى الفلك نعم بالنسبة إلى دانيال وهو في جب الأسود الله أرسل ملاكه وسد أفواه الأسود كيف عاش مع الأسود؟ الجائعة خلع الرب إلى عليه سلطان آدم القديم أنه هو السلطان هو المهيمن على هذه الكائنات إذن هذا الإنسان الأول مات موتا أدبيا فقد صورة الله حيث أنه كان ملكا متوجا على كل الخليقة انتقل إلى الجزئة الأخيرة ولا أدري كم تبقى لنا من الوقت دقيقتين تقلل دقيقتين يأخذ الموضوع بسرعة الموت الروحي هو انفصال الإنسان روحيا عن الله الخطيئة تفصل الإنسان وربما نقرأ في لوقة السيد المسيح لما يتكلم عن الإبن الضال لأن ابني هذا كان ميتا فعاش الخطيئة ماتتو الموت الروحي هو انفصال الإنسان روحيا عن الله زي ما يتكلم بوليس الرسول كنتم أمواتا بالذنوب والخطايا طب ما كانوا ميتين بالجسد لا الخطيئة تفصل الإنسان عن الله يعني الموت الروحي هو أن لا وجود لعلاقة حية مع السيد الرب لأنه فيه ممكن تتفهم أن الموت الروحي يعني الروح تموت لا الموت الروحي مفهومه في الكتاب المقدس أنه انقطعت العلاقة الحية بين الإنسان وبين الله الخطيئة فصلت الإنسان عن الله هذا المفهوم أنا لا أدري كيف يصل إلى أحباء المسلمين أن الخطيئة تفصل لك عن الله صدقني مهما توضيت ومهما صليت لا تستطيع أن تعود إلى الله إلا بالله نفسه لا يستطيع الإنسان أن يعود إلى الله لأن الإنسان عاجز الله هو الذي يعيد الإنسان ولن يستطيع الإنسان أن يرجع إلى الله إلا بالإله نفسه أنا بوافقك أنه كيف المسلم حيفهم الموضوع ده وهو عنده أنه ممكن يتوضى والخطايا تضغفش ممكن يصلي على النبي والخطايا تضغفش يعني عنده طرق عنده طرق يصلي على الرسول تخفر خطايا يتوضى ويصلي تخفر خطايا وهذا أمر غير طبيعي يعني مش هو المنطق مش هو غير سليم لأنه الخطايا التي تخفرها الخطايا تفصل الإنسان عن الله مش بس أنا ارتكبت خطيئة لا فصلتك عن الله أصبح هناك بعد روحي جفاء روحي وعشان كده أنا بحب من الأحباء المسلمين أنه يقتربوا إلى الإنجيل يقرأوا عن المسيح عن حلاوة المسيح عن طعم المسيح وكيف يعطيك سلام اختبر الأمر ولو ما عجبكش سيبه بعد كده طيب إحنا تقريبا خلاص وصلنا لنهاية الحلقة يعني الوقت بيعد بسرعة معاكم مشاهدين الكرام والموضوع حيوي جدا ويعني صلوا بس أن ربنا يبارك في الوقت نشوفكم في الحلقة الجاية صلاتكم لينا لأجل الخدمة ما تنسوش يوم الأربع في صوم وصلة لأجل مصر لو سمحتوا كل الناس اللي بتسمعنا تشارك معنا نشوفكم في الحلقة الجاية وشركة آدم وحواء والمسيح معكم